كم الرهاني يا عزيزيان بمرحب خبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس كابتن ناصر منورنا كل سنة حضرات طايب كل سنة طايب كابتن ايمن واتحياتي الحضراتك وتحياتي وكل مشاهدي قرناتنات الالف كل مكان إن شاء الله بإذن الله يعني يكون التحكيم النهاردة ماشي بشكل كويس نتمنا طبعا التحكيم النهاردة في مبراء من مبراءات الصعبة كابتن ايمن صعبة تحكمياً يعني بعيد عن الناحية الفنية لأننا هتكلم عن الناحية التحكمية هي مباراة تحكمياً هي صعبة تقم التحكم النهاردة أعتقد قادر أنه هو النهاردة يؤدي مباراة كويسة بالنسبة لتقم التحكم يا كابتن بعد ذلك لعب السنة دي مبارات للنادي الأهلي حاولك كابتن أيمن هنروح لي الأول بس لتقم التحكم وهنتكلم على حكم حكم في اللعب قد إيه واللعب فار ولا لعب حكم نهاردة عندنا تقم التحكم طرق مجدي الحكم يعني هو حكم دولي فار كابتن أيمن محمود السوني ده حكم على الفار أبو الرجال طبعاً حكم راح كس عالم ممكن تلت مرات كس عالم كبير كس عالم النشئين كس عالم قندية من حكام المساعدين الدولين اللي هم يعتبروا المصنفين في النغبة عندنا كمان خالد حسين من أسوان وعندنا كمان الحكم الرابع محمود وفا وحكم البر محمود السوني ومع محمد يوسف طريق مجدي حكم كابتن أيمن يمكن أنا كنت ابتحاد الكرة كمان السنين حكم متميز جداً مش محظوظ يعني ده المفروض من 2014 يبقى حكم دولي ساحة متميز ومش محظوظ؟ مش محظوظ طب ليه؟ ما هقولك ليه عشان النهاردة كابتن أيمن اللي بيخش الكائمة الدولية فيها شيء من الحظ فيها شيء من التوفيق طبعاً ربنا بيكون رايد ولكن هو كحكم لا يكله أبداً يعني فنياته لا يكله أبداً عن الحكام اللي موجودين في القائمة اللي هم السبعة دولين اللي هو أصلاً يعتبر من جيلهم ترشح معهم في هذه الفترة أكتر من مرة كحكم ساحة وطبعاً لم يحلفوا الحظ ما خدش حكم دولي ساحة ولكن خد حكم دولي فار يعني هو النهاردة في قائمة الفار بيحكم فار وبيحكم حكم ساحة ده طريق مجدي طريق مجدي عمل ايه في المشاركة الإنسانية للنادي الأهلي طريق مجدي النهاردة يعني آخر مباراة لعبها للنادي الأهلي كانت في بتاريخ سبعة عشر 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 ثلاثة عشرين كان ما بين النادي الأهلي والنادي أمبي دول أربعة كاس مصر والمصادفة الجميلة في خواهي كان يحكم برا هو طريق مجدي واللي كان على الفار في نفس المباراة الاهلي ومبأ كان محمول بكاسيون يعني هم النهاردة اللي هم قداروا مباراة دور الأربعة بكاس مصر النهاردة هل اهل 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 اهلaros النهاردة هل اهل اهل اهلائه في الجولة الستاشر لهذه مبارا كمان طريق لعب فار يعني لعب فار في أول مبارا للنادي الأهلي الاسبوع الأول في الدولة العام هذا المصري لعب الأهلي والمصري لو تبتكر كان حاكم محمد عادل كان حاكم فور محمود أبو الرجال أيضا لعب في هذه المباراة حاكم مساعد يعني هما الاتنين لعب والأهلي قبل كده في المباراة السابقة طريق مجدي أنا بقول له نهارة طريق مجدي كابتن أيمن المباراة صعبة صعبة جدا تحكميا جدا 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 وهيبقى فيها اختبارات كتيرة يعني أنت حتى قلت ممكن في التقديمة أنت أيمن نهارة دي لعب كرة كويسة قوي عندما لعبها بتجري في حماس في كوة أن الأهلي طبعا النادي كبير يعني أن الأهلي بيبقى دايما عاوز ليكسب بالمباراة فهتبقى فيه مباراة ندية يمكن التحكيم هيبقى ليه دور كبير النهاردة في حسم النتيجة بالقرارات العادلة طبعا ويتقدر صعوبة المباراة من أنه نحيا كابتن بالزبط مع أي مباراة لأي فريق مع النادي الأهلي بتبقى صعبة تحكميا برده سؤال مهم إحنا كفنيين كابتن إحنا عندنا مباراة بتنقسم لثلاث حاجات مباراة صعبة مباراة متوسطة الصعوبة مباراة سهلة ده اللي هم نتكلم بتاخد سلم الترتيب النهاردة من اللي بلعب مين يعني النهاردة الأهلي بلعب فريق يعتبر متقدم في المقدمة مسارك في الصدار نعم فتبتلعب النهاردة ده سلم ترتيب النهاردة النهاردة أمبي ماشي كويس تدي درجة صعوبة أيضا النادي الأهلي دايما كابتن أو زمالك مباراتهم دايما بتبقى صعبة مع أي حد إذا ما أنت عارفت أي فريق بلعب الأهلي أو زمالك بيبقوا دايما كل عنده طموح وعاوز يكسب وهنا بتبقى صعوبة على الحاكم فالنهاردة نتكلم على التحكيم لابد النهاردة التحكيم من أبولي طارق وتقم التحكيم بالكامل سواء طارق أو أبو الرجال أو خالد حسين أو الفار محمود بسيوني حمد يوسف النهاردة جماعة المباراة مش مستحمل أخطأ التحكيم أي كويس السؤال هنا كابتن مباراة النادي الأهلي دايما بتبقى صعبة تحكيميا مهما كانت قوة المنافس دايما كان عندنا الشيخ الحكام الكابتن محمد حسام لو حديثك طبعا أكيد عارفه رحمة الله عليه دايما وهو كان رئيس لجن الحكام وانا كنت ساعتها حكم دولي كان دايما عنده فكرة كابتن أيمن هذه المباراة للأهلي وزمالك لابد أن الحكام الدوليين اللي هم عندهم قدرة وحكامي وجهدين هو دايما كان عنده الفكر أن هذه المباراة تلعب بحكم دولي يكون عنده خبرة بحكم دولي كويس دا محمد حسام دا احنا بنرجعنا ليه كابتن أيمن أن النادي الأهلي ونادي الزمالك أو النادي الأهلي خاصة في المباراة كل مباراة صعبة أولا الأهلي أحيانا بيسهل مهمة التحكيمة كانت نأيمن وبدونا ما ماشي كويس ولكن في البداية بنقول ايه حكم سهل مهمة تحكيم لنفسك يعني انت كحكم سهل مهمة تحكيم لنفسك هرجع على طارق مجد تاني زي ما قلت هو المباراة اللي فاتت اخر مباراة قدم باراة كويسة بصراحة انا متابع مرشاة طارق سلادي طارق لعب ايه كابتن بقى في الدوري لعب ستة حكم صفارة وستة حكم فار يعني ماشي كويس ما عندوش اخطاء تحكمية حتى هذه اللحظة ربنا طبعا يكريمه النهاردة وما يكونش عنده اخطاء تحكمية وقدم باراة بشكل كويس ماشي لعب ستة من ستة حكم رجال النهاردة حكم مساعد الاول طبعا حكم مساعد كبير لعب لبناد الاهلي مباراة الاسبال الاول ما بين الاهلي والمصري وكان متميز جدا محمود واسوني لعب كمان في الدور في الجولة الستة لعب حكم فار اذا النهاردة تقم التحكم بالكامل بنقول بداية النجاحة كابتن ايمن من التركيز تركيز واليقظة والاهتمام والجدية عشان تخرج المباراة بشكل تحكمي كويس اتمنى ان شاء الله بيزن انه نهاردة طريق انت حكم كبير وما لكش حاضر تبقى دولي ولكن انت مفروض تبقى دولي النهاردة يعني عاوزينك تقدم مباراة كويسة النهاردة تثبت للكل انك انت جدير بهذه المكانة اللي بتلعب فيها في الدور المصري ربنا وفق التحكم من مواصر كابتن سواء في الموارات المحلية او الموارات الأفريقية شكرا جزيلا كابتا ناصر اشترفت شكرا شكرا